إذن استهدفت ميليشيات الحوثي مطار أبهى بعد منتصف الليل بقليل وتحديدا عند الساعة الثانية وإحدى وعشرين دقيقة ليلا بتوقيت السعودية وقع الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبهى جنوب السعودية في منطقة تعسير على بعد نحو ثمانية عشر كيلومترا جنوب غربي المدينة المطار مشاهدين يبعد عن الحدود السعودية مع اليمن مسافة تصل إلى مائة وستة وخمسين كيلومترا تم افتتاحه في العام سبعة وسبعين ويمر عبره آلاف المسافرين وفي تفاصيل الهجوم فإن مقذوفا أصاب صالة القادمين للركاب في الساعات الأولى من فجر اليوم كما ذكرنا ما تسبب بوقوع إصابات بلغ عددها ستة وعشرين جميعهم خرجوا من المشافي هذا طبعا بالإضافة إلى الأضرار المادية التحالف لم يحدد طبيعة المقذوف وقال إن فريقه العسكري والأمني يعمل على تحديده ولكن ميليشيات الحوثي تحدثت عن استخدام صاروخ كروز في هذا الهجوم وهو على الأغلب صاروخ حصلت عليه الميليشيات من إيران التقديرات العسكرية بأن الصاروخ حلق على ارتفاع منخفض فلم تستطع منظومة الدفاع الملكي السعودي من رصده أو اعتراضه حيث سبق واعترضت منئات المقذوفات الصاروخية والطائرات المسيرة قبل بلوغها أهدافها بداية العام الحالي كشفت إيران عن صاروخ كروز أطلقت عليه اسم هويزة وهو ضمن سلسلة من تلك الصواريخ الموجهة التي تملكها إيران وتزود بها وكلاءها في المنطقة لسيما الحوثي وحزب الله هذه الصواريخ قادرة على التحليق على ارتفاع منخفض ولا تحتاج للكثير من الوقت أو تجهيزات لإطلاقها وتستخدم لضرب الأهداف الأرضية الثابتة وأقصى مدى لهذه الصواريخ يصل إلى نحو 1300 كيلومتر سلسلة من ردود الأفعال الدولية والعربية بعد هذا الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي واستهدف مطار أبهى في جنوب السعودية وسط دعوات لتدخل دولي لوقف انتهاكات الحوثية المدعومة من إيران موسيقى موسيقى موسيقى